قوليلي محل الدهب شغالة وفي ناس ولا مقفولة شايف ايه عندك في مصر الجديد طبعا زي ما حركت ذكرت في البداية ان في اشعاعات كتيرة بتقول ان محلات الدهب مقفولة وان ما فيش اي اقبال من المواطنين على محلات الدهب انا فعلا نزلت هنا في احد يعني شوارع القاهرة اللي ببيع الدهب لأ المحلات مفتوحة وفي اقبال وخلينا نعرف اكتر تفاصيل بقى عن الاشاعة دي وعن ازمة الدهب من دكتور ايهاب واصف رئيس شعبة الدهب والمعادن الثامينة باتحاد الصناعات المصرية برحب بحركة يا فانده مع شاش القناة دي اهلا بيك كنت في البداية كده يعني طبعا حركت بتابع اكيد الاشاعات اللي حصلت ان المحلات الدهب افلا فانا عايزة تكلمنا عن ازمة الدهب اولا حرم ما فيش اي واجه للصحة لمذكر امبارح او تداوله بعض المواقع التواصل الاجتماعي على ان فيه احجام عن محلات الدهب عن البيع او عن الشراء او كلام ده كله انا بنفسي امبارح بالليل نزلت بيان رسمي من شعبة صناعة الدهب انه ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو مجهول المصدر اول حاجة تاني حاجة انه العمل مستمر في المصانع وفي المحلات بالصفة مستمرة احنا ما فيش اي سبب يخلينا نغلق محلاتنا واحنا يمكن على مدار الشهر ونصف اللي فات ودول احنا مرينا بتجارب فخلاص تعلمنا ولكن الغريب في الموقف انه احنا كان في اشعات كتيرة تخص قطاع الدهب بالتحديد احنا تعلمنا ان احنا ازاي نتدرك الموقف فالانبارح بالزبط بعد مواقع التواصل الاجتماعي تدولة المنشور المجهول ده على طول اصدرنا البيان ما كان في خلال ساعة كنا على طول منزلين البيان بتاعنا في خلال الشهر ونصف اللي فات ويمكن حصل كذا موقف خلانا ان احنا عارفين ان زي ما رايز بيسميهم قوة الشر بتلحقنا ومعروف ان مهنتنا هي مهنة قوية مهنة اقتصادية مهنة بتحمل مخزون قيمة مخزون اقتصادي مهم للدولة فبيتحارب فاحنا في نفس الوقت احنا بنحاول ان احنا نتلافى المشاكل اللي بتحصل على طول وبنوعي الجمهور على طول اول باول يعني ان الناس عندها وعي استثماري الناس عرفة ايه اللي بيحصل فيه اسواق يعني خلينا نقول ان ممكن يكون الغلق ده بس تزمنا مع الاعياد يعني مش لا هو طبيعي ان احنا فيه غلق في محلات الدهب ده كان وقت الاعياد انما النهارده ما فيش اي سبب يستدعين ان احنا نغلق او ان احنا ان احنا نوقف التعامل مع الجمهور احنا ما فيش اي حاجة من الكلام ده خالص هو المنشور اللي صادر صادر من الشركة الشركة دي غير مسجلة عندنا في غير مسجلة عندنا في شعبة الصناعة وغير مسجلة عندنا في شعبة التجارة والمنشور نفسه يعني المثقف شوية لو بصيره هيبص يلاقي ان المنشور على ورقة عادية جدا غير مش منضي مش مختوم مش هادلاتر يعني منشور واحد قاعد بيكتبه على الكمبيوتر عادي ونزله على موقع التواصل الاجتماعي والحاجات دي مش المفروض ان هي الجمهور العادي ياخدها في الاعتبار لازم يكون عندنا الوعي ازاي بنتعامل مع المنشور امتى نعرف ان المنشور ده سليم او غلط يعني انا بقول لما ينزل منشور مثلا عن قطاع الدهب فلنفترض قطاع الدهب انا يعني هي هتكون سنة توعية للمشاهد لما ينزل منشور عن قطاع الدهب يبقى لازم المنشور صادر عن شعبة صناعة الدهب او الشعبة شعبة تجارة الدهب انما مش اي حد قاعد في البيت بيكتب منشور وبيقول انا شركة اي اسم وانا بقول ان العامل هتوقف في محلات الدهب بكرة طيب سالي سالي خليني اتكلم الاستاذ اهاب واصف نسأل خير الاستاذ اهاب طيب انا عايز الكلام ده كله كلام جميل يا سالي وكلام يعني معقول ورائع جدا لكن عايز اسأل الاستاذ اهاب كيف يتم تسعير الدهب خلال هذه المرحلة يعني هم بيسعاروا الدهب ازاي سعر الجروم احنا السبق وذكرنا في كذا اللقاء عندنا على قناة تاني كمان انه تسعير سعر الدهب بيرتبط بثلاث حاجات اول حاجة عندنا سعر البورصة العالمية تاني حاجة عندنا سعر صرف الجنيه امام الدولار تالت حاجة عندنا عوامل العرض والطلب احنا يمكن السعر البورصة العالمية في الفترة الاخيرة ما كانش عليه تغيرات كبيرة بالرغم من الخمسين نقطة اللي نسبة على سعر الفايدة على الدولار السعر الصرف الدولار بالجنيه يمكن ثابت لانه البنوك مغلقة على مدار التسع ايام اللي فاتوا وقبلها كان برده اعياد المسيحيين والنهاردة بنقول العامل المتغير اللي عندنا هو عامل العرض والطلب النهاردة الجمهور المصري او الشعب المصري بي عنده حاجة يعني وعي استثمار شوية يعني ان هو بقى بيحب ان هو يخش في ان هو يستثمر في ملازل قيمة اللي هو الدهب او الملازل الامن للإستثمار زي ما احنا بنسميه يعني سعر الجرام الدهب النهاردة كام وصل كام؟ الدهب عيار 18.045 جنيه و70 قرش عيار 21.220 جنيه عيار 24.394 جنيه وربعة وقيمة الدهب في الجنيه 9760 وانا بقول قيمة الدهب في الجنيه عشان خاطر مش هاد برضو يبقى عنده علم ان ده مش سعر الجنيه قيمة الدهب في الجنيه وبعد كده بتضاف عليه المصنعية بتاعت الجنيه طب حريك شايف في الفترة دي الاقبال اكتر على البيع ولا على الشراب؟ لا هو الاقبال اكتر في الفترة ديت على الشراب دهب الناس بتحط فلوسها في الدهب كمارزا وقيمة ابتدى يبقى فيه وعي استثماري لدى المواطن انه هو فين الحتة اللي انا احط فيها فلوسي فين الحتة اللي هتقوم بيا ان انا اقدر استثمر فيها فلوسي وطبعا احنا مش بنتكلم الدهب شورت ترم انفاسمنت يعني الاستثمار القصير المادى احنا بنتكلم لونج ترم حريك دايما مشكلة عندنا مش عارفين استبايق يعني ان احنا نعمل انفاسمنت في استبايق ولا في الدهب العادي مشغولات الدهبية هو انا دايما بقول الكلمة ان الدهب هو مخزن قيمة اه الدهب هو الزينة والخزينة لما انا بشتري سبايق او بشتري جنيهات انا فقط قيمة من قيمة الدهب وهي الزينة وهي دي القيمة الاساسية عندنا فهو المواطن بيروح بيجري على ان هو يشتري سبايق او يشتري جنيهات وان كان انا بقول ان التفكير ده مش تفكير صحيح لسببين أنه أنت بتدفع في السبيكة مصنعية أو بتدفع في الجنيه مصنعية بل أنت ممكن تشتري بنفس قيمة المصنعية التي تضعها في السبيكة أو في الجنيه ديات مجرول يبقى أنت بتتزين به وفي نفس الوقت أنت مستثمر فما تفقدش قيمة من القمطين إذا أريد أن تشتري ذهب أنت إلي خليك تفقد قيمة الزينة؟ أنت بتفكر في ناحية المصنعية؟ لا، فكر أن تشتري المنتج المصري المحلي الصنع المصنعيته مش عالية وهي في نفس الوقت إكول للمصنعية بتاعت الجنيه أو بتاعت السبيكة وإنت استفدت بالقيمة الدهب كزينة وكخزينة طيب أنا بشكور جدا سالي نوردين والأستاذ إهاب واصف على هذه المداخلة وهذه المعلومات ويعني خلاصة القول أنه لأ الكلام اللي حصل إمبارح أو اللي تقال إمبارح غير صحيح المحلات مفتوحة الدهب موجود وأسعار الراجل قالها بشكل واضح 1045 وسبين قرش ديار 18 و1220 لعيار 21 و1400 وكسر عيار 24 يعني ومربوط بالعرض والطلب وسعر العملة الكلام اللي قاله واعتقد أن ده الراجل فاتح والمحل التوع مفتوح بقولك يعني حتى لو كان فيه حد بيعمل هذه العمليات غير القانونية فانتباه غرفة صناعة الدهب في التحاد الصناعات وفي الغرف التجارية كان كفيل وكمان بيان وزارة التموين كفيل بأنه يقطع دابر هذه الشعاعات